قبريين والحاجات دي من المفردات الدخولة أو الجديدة أو المتسوسة على المصريين هي هدفها برضو تشويه الحالة التدين المصري هو لإني حضرتك أنا ممكن أقول كلام بصراحة التدين المصري هو أحد حصون التدين للمسلمين جميعا لأن التدين المصري أكثر حاجة فيه ولزيك هو ده أحد تطبيقات كلام رسول الله سلام لما قال فإنهم في رباط إلى يوم القيام التدين المصري الميزة التي فيه والتي تجعل المصريين في هذا الرباط ويقدروا يحفظوا على ده ويخرج منهم العلم بهذه الكسافة ولما يعملوا مؤسسة تعليمية ويعملوا مؤسسة تعليمية بالقوة ده لي لأن الشخصية المصرية شخصية فيها ميزة رائعة وهي شخصية أنا بحب التعبير ده شخصية واسعة شخصية متسعة شخصية لا تضيق بأي ثقافة شخصية تستطيع أن تستقبل الإسكندر وتستطيع أن تستقبل تدين المسيح تستطيع أن تستقبل كل الملال وتستطيع أن تستقبل كل الثقافات فده أدى إلى إيه؟ إلى هذا الوسع طيب وهذا الوسع يتناسب مع التدين نعم لأن التدين أوسع بكتير من الناس فلما جاء تدين المصريين بهذا الوسع جعل المصريين يبتكروا فيبتكروا إيه اللي حاصل؟ فالابتكار ده خلى هذا التدين تدين واسع فالابتكار اللي عند المصريين مثلا يعني الناس مش قادرة شوية تدرس يعني تدرس التدين المصري يعني مثلا أنا هجيب بعض الأشياء اللي ممكن الناس يعني مثلا زي مثلا خمسة وخمسة خمسة وخمسة هي في الحقيقة هو تعبير مصري مبتكر عن سنة رسول الله مش عن الشرك ما احنا كل الكلام ده بتقال انه هو شرك وتقال ليه طيب قالك لأن المصريين ببساطة خالص لما عملوا كده كانوا قصدين خمسة وخمسة مصريين عندهم طبيعة الخمسة هي الخمس آيات لسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه من شر غاسق إذا وقه من شر نفثات إذا وقه من شر حسن إذا حصل والمصريين عندهم عادة إذا كان هناك توأم يقولوا أحمد وزد أحمد مثلا فسورة الناس هي ستة آيات طيب مش هيقول الخمسةين فقالوا خمسة وخميسة اللي هي سورة الناس لأن سورة الناس وسورة الفلق هي الصور التي بها يتعوذ الإنسان من الحسن هو عايز يعمل إيه؟ هو عايز يتعوذ من الحسن ومش عايز يكسر بخطر اللي قدامه فبيقول خمسة وخميسة فالمقصود هنا إنهم عبروا عن سنة رسول الله فعبروا بسنتين استخدموا الرمز اللي كانوا بيستخدموا رسول الله زي ما قال أنا وكافر للاتيم كهتين في الجنة واستخدم كمان سنة رسول الله في التعوذ موسيقى موسيقى